وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم معنا من القاهرة الدكتور محمد عز العرب مدير وحدة الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك مستشار الأمن القومي الأمريكي ميكماستر طالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف تطوير إيران لشبكة جيوش بالوكالة كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة مستويات أولا دعم مستوى الدعم اللوجستي والفني والسياسي الذي تقوم به الولايات المتحدة لقوات التحالف العربي في حربها لاستعادة الشرعية في اليمن وتقليص نفوذ الحوصيين باعتبارهم أحد الأقلاء الرئيسيين لإيران في الإقليم بشكل عام واليمن بشكل خاص المصار الثاني وهو تكفيف المنابع ومنع أي تمويل وتضفق مالي عبر فرض نمط من العقوبات ليست فقط الأمريكية وإنما الغربية على شبكة وكلاء إيران وبصفة خاصة الحرس السوري الإيراني الذي يطلق عليه هيربرت ماك ميستر مستشار الأمن القومي باعتباره أنه هو رأس الفتنة للفتنة الإيرانية في الإقليم المصار الثالث وهو التواصل لتفاهمات مع بعض القوى الدولية وتحديدا روسيا لتقليص وتنحية نفوذها في بعض الدول الأقليم وخاصة في كل من العراق وسوريا المصار الرابع وهي التحرك الأمريكي لتسوية سياسية سلمية لالصراعات المسلحة في الإقليم لأن إيران بتستطيع أن تمدد نفوذها من خلال حالة الفوضى الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة وكما أشرت حضرتك أن إيران بتحاول أن تبني على نفوذها القائم حول ما يمكن أن أسميه جيوش كطاع قاس غابرة للحدود الرخوة في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي نحن نتحدث عن أليات متعددة وليس ألية واحدة دكتور محمد بكسماستر أكد على أن الهدف من هذه الجيوش هي زعزعة أمن واستقرار الدول التي تخالف سياسة إيران هذا ما يؤكد حرصها على نشر الإرهاب وتغذيته بالفعل قوة إيران ليست نابعة من قواتها وإنما عن إضعاف حالة المناع التي تمر بها دول الإقليم الدول التي تتمتع إيران فيها بنفوذ واسع سواء عبر ضعف الجيوش النظامية أو عبر وجود ميليشيات مسلحة من خارج إطار بنية الدولة الوطنية هذا مرتبط بدرجة أساسية بأن المسألة لا ترتبط بقوة إيران سواء كانت القوى العسكرية أو حتى قواتها الأقتصادية وإنما الإضعاف الذي عليه الطرف الآخر وبالتالي المهمة الأساسية التي تتجه بها الدول في الإقليم المشروعها هو الدفاع عن بنية الدولة مثل المملكة العربية السعودية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة مثل مصر مثل الأردن وهو دعم الجيوش النظامية مسألة أخرى مرتبط بمواجهة الميليشيات المسلحة التي تستولى على السلطة عن وطن كما هو الحال بالنسبة للحوسين في اليمن تقليص نفوذ الميليشيات المسلحة التي هي خارج عن إطار الدولة مثل حزب اللاء الذي أدى إلى اختطاف الدولة اللبنانية وأدى إلى الإضرار بعلاقات لبنان بالكثير من دول الأقليم وفي مقدماتها المملكة العربية السعودية وأيضاً محاولة عدم سيطرة إيران على النفوذ الكامل داخل الساحة العراقية لذلك نجد أن أدوار دول الخليج على سبيل المثال افتتاح القنسولية للمملكة العربية السعودية في البصرة تنظيم الكويت لمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الوجود الاقتصادي لكل من السعودية والإمارات داخل العراق كل هذه القطوط تبين إلى أن هناك رغبة من جانب دول الإقليم الداعمة للاستقرار والمواجهة لمشروع الفوضى التي تقود كل من إيران وتركيا وبينهم رأس الفتنة قطر نعم إذا كان معنا من القاهرة الدكتور محمد عز العرب مدير وحدة الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك